شهدت حديقة الطفل في مدينة نصر إقبالاً كبيراً من المواطنين احتفالاً بعيد الفطر المبارك تقع حديقة الطفل على مساحة عشرين فداناً وتتميز بالمساحات الخضراء ما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار احتفالاً بعيد الفطر المبارك استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر لاستقبال المواطنين وذلك بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقة ألعاب الأطفال من أجل التمتع بالمساحات الخضراء والأنشطة المختلفة داخل الحديقة طبعاً استعدادنا للعيد استعداد من قبلها بأسبوع الحديقة تعتبر فيها 22 فدان المساحة بتاعتها الحديقة فيها بعض الأنشطة من كفتيريا ويوجد برضو منافس للبيع لأن يوجد طفطف للأطفال العربية الإسعافة لازم تكون موجودة في الحدائق والأماكن العامة اللي هي لازم بفع عربية الطوارئ بنأمن للحدائق العامة وطبعاً لازم العربية تكون موجودة حالة طرح حصلت حالة إسعافية بننقلها عرب مستشفى بنا تم الاستعداد طبعاً من الضبط عربيتنا بدينا بتوبة تمام يعني حديقة الطفل تقع على مساحة تتجاوز 20 فداناً وتتميز بالمساحات الخضراء إلى جانب توفير مسارة للمشي أو الجري وأماكن مريحة للجلوس بالإضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الأطفال مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار بصراحة حديقة جميلة جيدة أنا باجي هنا على طول يعني كل السنة بعد التطوير بايت أجمل بصراحة السنة طيبين اليوم جميل النهاردة وإحنا بنحب نيجي حديقة الطفلة عشان هي بعد ما اتطورت وندفت كده بايت جميلة وبنقضي يوم أول يوم العيد هنا وكل مرة بننفكر نطلع قول العيل تروحوا فين يقولوا حديقة الطفل العيد جميل بصراحة هنا وإنا مش أول مرة جي هنا الحديقة جيتها كذا مرة ومبسوطين أنا وعيلتها واليوم طبعا والدنيا جميلة هنا والحديقة جميلة بصراحة نحن أول مرة نجيها بس بصراحة هي منظمة ونظيفة فيها ما له للأطفال مساحة الخضرة كتيرة عجبت الأولاد بصراحة استعدادات تجرى في مختلف الحضائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الفتر المبارك عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المسطحات الخضراء لتكون متنفسا للمواطنين جرمين إبراهيم التلفزيون المصري